أنا ما أريد أتكلم ولا كلمة على حكمة كتنش حتى لا يقال هسا أنه دائماً أستاذ محمد يأتشوهاي إيه تفاح أنه قال لو تتاهم أنت تتحب كتنش ماشي 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 كل الكلام اللي قلت الآن ظهر للناس مفضوط له لا إنت كتنش ليش يوطلع عدنان درجة إحنا الكل كابت الرافددان صار اختلافوا لا 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 هم الجن فنية الجن فنية كلهم أوصوا ما أوصوا بإخراجة لا أوصوا ببقاءة ببقاءة كلهم الوحيد كان الكابتن عدنان درجة القال ما يبقى وعمل ما عمل كذا تنينيش لأن ما يسمع شي كتنش كان ما يسمع كلا يسمع مني يسمع من فريد يسمع منك يسمع من نركان لكن لما يجي بصيغة الأمر أو المسؤول ما هذا ما يستمع لنهائيا هسا صار ما صار نعم هذا أنا أرجع وأقول المسؤول لازم نقل له هذي مسؤوليتك هسا تقول للتطبيعية أقول لك ولا واحد من التطبيعي لن ولا لهم أمر اللي برأس الكافر عندنا ندراج أجيب أودفوكات جاب أودفوكات وقع أودفوكات وقع أودفوكات طلع أودفوكات خلوا بيتروفوكات ويا هسا هذا العمر هسا مع بقاء بيتروفوكات منه نحن لازم هسا تشتقو بقي خلي يطلع هو شنو الآن نساعي يقول لي مثلا أركان قال كلمة قال بيتروفوك ما يريد يحتلهم سمعته شنو سمعته بيتروفوكات بحياته ما ندر منتخ شنو سمعت شنو تاريخي شنو سيفي ماله هو زريكو بيتروفوك دربنا هذا الشعب بالإمارات نزله درجة ثانية هذا لعب فيه بأودفوكات افتحت عمره أودفوكات وكان صديقه واستمروا يا جابه الآن شوف إحنا مرات ليش قلت لك منحك الحق إحنا بكاس آسيا 2018 مدرب اللياقة سردار نعم الله يذكره بالخير تحياتي إصابات لعب صارت إصابات لعب مع الهمامو على الحصني وكذا إن شاء الله الدنيا سقطوا نهائيا إنه هذا مدرب اللياقة سبب الإصابة طيب هل سأوين الإصابات مالتنا هاي نشوف الإصابات مالتنا هالستة تقول لي على العمر هذولا لعبين شباب كل واحد عمر 20 و21 بس يركض 25-30 دقيقة لو صار بي تمزق لو كذا أحد جاب طاري مدرب اللياقة تدري هذا مدرب اللياقة وان يدرب وين ها بندونيسيا شان بندونيسيا درب بندونيسيا درجة ثانية أنا منتخب العراق منتخب العراق الاسم القوي بآسيا لو شون ما يصير اسمه قوي أنا عجيب ليه والله لأن ذول اختاروا والآن والله أجدد الثقة بتروفش على شون تجدد للثقة شلون بعد ما يغيروا بعد غيرون يعني ها عملية تغير ليش ما يغيرون ليش ما يغيرون لا في بعض بعض الشارع تلعبها شوف معضرتنا الشبيرة تدري بالآلاق وين هسه؟ وين أنا سبق وين قلتهم المشكلة أنه أنا هسه أخطأت أخطأت الإنسان مو معصوم الإنسان يعمل يقطع نعم لكن الخطأ الأكبر والجريمة الكبرى أنه أظل مصر على الخطأ وأظله كابر على الخطأ يا أخي أقول أنا احترف أنا خطأت الآن هذه الفترة مدربين محليين عندنا على أعلى مستوى الآن شل الفارق هسه الآن بتروفش حمل لزمنا هاي أسبوعين هسه طلعنا تعادلين وخسارة ثلاثة وراح تجي لعبة ما فرقش يعني المدرب المحلي بسرعة يعني ليش هتفعل هذا فلوسه بالدولار ليش أتفكات جاكمد إيش قد أخذ له 600 وراح خب أخلي مدرب محلي انت الظل لا وجود للمدرب المحلي ليش ليش يعني شو اللي يعني من ذاك الزمن من ذاك الاتحاد الناس توجهت على المدرب الأجنبي بسبب الفيسبوك وبسبب الضغط قالوا بعد نريد مدرب محلي هاي شغلة المدرب المحلي يا سار لا والله قديمة مو جديدة الآن اللي المسؤول ما يريد يقول أنا خطأت قدام العالم ما يصير شجاع هذا واحد هو لازم لا هو هذا الخطأ هو بالمسؤول هي الآن هاي اللي بالمشكلة طيب